السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم كما تعرفون بأن القناة كانت الموضوع الأول هو كيف تستعمل الألات والجهزات المنزلية ولكن بما أننا جاءت الكورونا و جاءت الحجر الصحي و لننسى المحالات بدلت شوشوه الوضعية قلنا نفعله و ما نفعله أرى بأننا نفعله مواضيع الكورونا أرى بأننا نفعله مواضيع الناس و نفعله خاصة كتوب أرى بأننا نفعله بأننا نفعله أرى بأننا نفعله فيديو أخر نقش فيه الوضع و نعطيه أرى و نستفيده جميعا لكي نفعله هذه المرحلة في هذا الفيديو أردت لكي نراجع أحد المجموعة الأسئلة التي تأتي في التعاليق وتتعاود وتتعاود وتنجاوب عليها كتابة ولكن هذه الأجوبة الكتابة لا تنجاوبها و لا تنفهم السؤال جيد لأن ما فهمت من السؤال هو الذي نجاوب عليه و جمعت هذه الأسئلة التي تتكرر في التعاليق و حاولت أن نجاوب عليها في هذا الفيديو تقريبا 7 أو 8 نقاط و ننخصهم و نحضر عليهم و قبل أن نذهب إلى هذا الموضوع بأننا نشير إلى أن كورونا و الحجر الصحي فرض عننا و نماط العيش هذا نماط العيش يجب أن تستعدوا و يجب أن نعيش معه لأن هذا الوباء يجب أن يستقر معنا و يجب أن يطول معنا لأن المقياس العالم هو أمريكا بما أن أمريكا نفشلت فيه سترى تسلبيا على العالم كامل نحن نتابع التابعين و السيناريوات الجاية لا أريد أن ننظر على السيناريوات والتقييم في هذا الوضع سيناريوات خائبة المهمة هو أن هناك دموع كورونا ولكن هناك دموع الاقتصاد و الدموع الاقتصاد أشد وأقوى وأحر لأن الاقتصاد هو الأساس لأن المشاكل الاقتصاد يمكن أن تكون أكثر بكثير من المشاكل الصحية من المشاكل الصحية و لكن لم يكن يصل إلى منزلق اقتصادي لأن المشاكل الصحية في كورونا 200-300 أو 1000 أو 2000 في مشكلة أخرى يمكن أن يتحوه حرب أو نزاعات أو صراع يمكن أن يتحوه فيها ألاف لأن السيناريات الجاية و لأن المشاكل من يمكن أن تحوه حرب حقيقية و تحوه النظم العالمي إلى قطبين بين أمريكا وصين و يكون هناك منافسة و سنرى الرجلين يمكن أن يتحوه إلى المشاكل و ستعود لنا المساة و ستعود لنا بهذا أمر و اتدعلي و يتعود يتعاد إلى الأستعداد مهمة ستعود لما هو أسوأ حتى إلاجة أخف ستكون انتبه خيارك مستعد للأسوأ على ايان لماذا لا يشارك معنا في القناة يشارك معنا في القناة ويفعل جرس نبيعات مقييجيه الجديد وعاونونا بالبرتاج في هذا الفيديو ونطلقوا بعد هذه الفاصيلات السلام عليكم من الجديد السؤال التي تستطرح هو مكنة الصابون تبين فيها ومساج او 10 او 4 او 11 هذا يبين في الماكينة الصابون يعني ان الماء لا يصل لتصابون مجيزا لتدخل الماء عندما تدخل الماء لتدخل الماء كافي تدخل الماء المشكلة هنا هو ان الروبيني يكون مسدود يجب ان تفضل الان وانه الفيلتر في الماء يدخل الماء يطلق تظهر الروبيني وانه مرتبط على السخ يحل يجب ان يشعر كل ما كافية إذا لم تدخل المكينة 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 لا تكفل الماء تتذكر أريد كثيرا مثل او 4 او 11 او 10 المشكل الثاني هو المشكلة التحرك المشكلة الأساسية التي تدخلها 60% هو البولونات الفيكسيون وشكل ثانا حيث بعد مستخدم أن يكون هناك موضوعات والموضوعات المكينة المكينة مؤمنون من الضر مؤمنون فحينما يكون هناك موضوعات المكينة المكينة مفيدة وما أرى الان تتحركه كثيرا المشكل الثاني هو تقل، لا يجب أن تقلها بثاف، يعني أنه يجب أن تقل فيها القياس وإذا تضرت المكينة بالوزن العادي دياله لا تتحرك، ولكن إذا أعطيتها شيء وزن كبير ستتقل بالحويج، إذا تقل بالحويج يحرك المكينة من جهة إلى جهة حتى تتحرك بثاف. المشكل الثالث هو أن الطبلة تكون مزيدة ومفكسية، والرجل التي يقص بربعهم الطبلة لا يجب أن تتحرك بثاف، وتتحرك بثاف، وتستقر المكينة فوق الطبلة، وهذا هو المشكل الثلاثة العوامل التي تحرك في المكينة. موضوع الثالث هو أن الشفوء يتفق، المشكل للغاز التي يتفق هو أن أي شفورة يتفق فيه فيه ترموستر، وهذا ترموستر فرصة تصل إلى حرارة معينة تتفق، هذا الترموستر ويشاهد أن يكون ترموستر بالقرارة ويجب أن تكون فيها. وست قطعت الترموستر تستمر بشكل ماء.. تنقصت الماء في الماء وراءه في الماء ومن اللقاءة في الماء.. قصة الماء للدل من الماء.. قصة الانبات ونقصها في الماء.. على المقصات الاعتمام الذي يأتي اباه فيه لانه يجب دعي به ، يجب لغير جميلة لانه يتتفه في جيلة ولماء يجب بسرعة معينة ويجب فقط لابداً حتى يجب من خارج المباشر اما إذا اجب من المجهد سيجب ممنوني الزربة اشترك فيه ربما يجب بصدر وضعيف ومشاهد في جيلة مثل أنه يجب ان تنقص الماء وثير من الدظام وما أعلم المسألة الأخرى هي الرجلات في فتلاجات في الفتالي الموجود لا يعرفون ما رجلات في فتلاجاته وما ستعرف على رجلات الصيف أو الفشتة يوجد أنواع الرجلات يوجد أنواع الرجلات وما يجب أن يجب أن نتجد على الكتابة في التعليق وأنه يكون شرح نقص فهو الصففات. فمن ثلاجة يوجد أنواع التلاجات. نعم فهو الصففات من الريح والتلاجات فيها رقلاج ديجيتال بالنماري. وهو بطونات. فنبدأ بتلاجات الريح التي تتترجل بالبطونات و بالنماري. ويكون هناك رقلاجات. يكون هناك ريقلات الطلاجة العادية و ريقلات الفريقو في الطلاجة العادية يكون مرسة ستعطيك 6 درجات في الطلاجة يعني الخضراء و مكفاتك يكون بارد في 6 درجات إذا كانت 6 درجات مكفاتك و تبرد قليلا أبطالة 4 و لكن لا تتحرك إلى الصفر لأنني أتحرك إلى الصفر ستحرك إلى 4 و 6 في الطلاجة ستحرك إلى الفريقو ستحرك إلى 15 و 16 و 17 كل الطلاجة العادية و لكن كلهم نقص 15 و لا يهمني نقص 15 و 18 هذا هو الريقلات التي تحرك في الطلاجة الريقلات ديجيطال بالنسبة للريقلات ستحرك إلى البطنة ستحرك إلى 1 من 1 إلى 1 و 1.5 جوش و لكن ستحرك إلى 1 ستحرك إلى 1 من 2 أجهد فتحرك إلى البطنة السنساء السلحة فتحرك إلى 3 من 3 و لكن في الصفر يجب أن تنقص على طلاجات فتاة أخرى سؤال أخر هو الفران القياب الخبز ما يقول بشأن الخبز يتعطل وعافية لا يتعطي للفوق ولا يتعطي للتحت هذا ما يشرح في الفيديو على الكوزينات وكيف تطيب الخبز وكيف تختار الكوزينات لطيب الخبز لأنه لا يتعطي للفران الخبز فهو يحتاج خصي خاص بالخبز ويشعله بجوج وكيف تكون فيها الصفة مضبلة لأن الخبز يحتاج عافية كثيرة ويحتاج حرارة كبيرة وعلاعيين المهم الذي يرد البلما على العافية لأنه يحتاج زرقاء وموين لا تكون ضعيفة لأنه يتعطي للفران الخبز وإذا كانت مجهدا تحرق لك الخبز وكيف تستطيع الترميلك في الزربة وكيف تحكم في العافية كما يتعطي للفران الخبز وكيف تحكم في العافية كما يتعطي للفران وكيف تحكم في العافية كما يتعطي للفران الخبز أعطي في العافية كما يكون جميع المحاولات ويجب أن تتعطي طريقة التي تتناسبها الكوزينة ويجب أن أكون مغادرة كما يتعطي للفران الخبز سؤال آخر هو أني أحد الأكبر من ذلك أو أحد الأفرر من ذلك يحت��고 يتحม تظهر و يتسازأ ايج أكثر من وقت طاحبات عدة و يرغب على الإعجال و يأحد ايج الانتظدم الطعام ي학رب عندها على نوب تعالب 10 مرة أو 5 ساة ل europe Genteحن så الان من يتصل على الارغة من الحياة يكون تربة في القantal 100 مرة إنه يدخل م جائب وأت Hankir Här لأن الخيوط الاختارية 2500W المهمية لك أن تكون فيها المكسيم و تكون فيها 2000W و حتى الـ 2100W لا تخاف لا يوجد شيء في الخيوط غير رجل الجهد لكي تحمل هذا الشرش 2200W و لا يوجد شيء مشكلة لأن الخيوط الاختارية حتى الـ 2500W واحدة سؤال أخر هو أن المكينة تستابون عادية فيها جوج أحواض تقرق بها في تنشاف و هذا المشكلة للتنشاف هو أن يتقل في تلك الشميكة التي تتعطيك في المكينة العادية تقصر فيها غير ربع أو تقع لأنه سوف تدر فيها غير وحشي حواج و سوف تضع فيها البلاستيكة التي تتعطيك و تضع فيها الدائرية و سوف تكون عامرة تقريبا تقريبا تقع و لا تتفوت لأنه إذا كانت عامرة أهيرة تدر على واحدة لكس إذا كانت عامرة بزف تلفهم سوف تقرق بها سوف تدر بسرعة و سوف تدر بها سوف تدر بها و سوف تدر بها و سوف تدر بها حاول عليها فرقه على ثلاثة عصرات ثلاثة العصرات التي تدر فيها أحد سؤال أخر هو أن العجانة لي أو تدخر شيء كحولية من فوق رخصك تعرف بأن الكحولية هي لغريس 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 تتحلي و الكحولية الذي تدرين على الشخص تدرين على مره و تدخل إلى جديد لغريس كم جديد فازلين و وارطب مره و تضرب بها وقد استخدموا ملوحة على البلاستيكات التي تستطيع تتسلقه اما إذا تقليته تتسلقه السخ و هياة بلاستيكات التي تدورها ذلك ثم تتأكلها و تتبع الماكينة و تتقرق بها و لأن تتسلق فيها فيها لأن الماكينة التمن الهم هو التمن أرى المحاولة الأساس هنا ننسى لك فيديو هذا نتمنى أن أقدم لكم شيئا جديد ترجمة نانسي قنقر